موسيقى مش لك يا رفو كل مكان برحب بيكم في حلقة جديدة وموضوع جديد وحلقة جديدة من حلقات صالون صحة والجمال النهاردة هنتكلم عن تأثير السوشيال ميديا على الأطفال دايما نقول إنه الإنسان بيتولد ومفيش في دماغ وأفكار أو أحقاض أو عادات أو اعتماديات على أي شيء ولكن بتيجي الدنيا بيتعلم من الناس المحيطين به وأكتر حاجة أنا شايفها بتؤثر سلبا على الكبار والصغار هي السوشيال ميديا بشوف كم من المشكلات الكبيرة والصغيرة بسبب مواقع التواصل الاجتماعي وإنه لا توجد متابعة لصيقة من الآباء والأمهات على أطفالهم أو أطفالهم خائز كده جبتها باللغتين بالضمة والفتحة والقسرة رغبة مني فيه إنه لابد وأن تضم الأسرة أولادها وأطفالها وأنت تحتضنهم احتضان الأم لأطفالها مش إن أنا جيب له موبايل أو أجيب له تابلت واسبهوله عشان ما وجعش دماغي ومجرد ما هو زي بيقوله كده مش جنبي وما بيعملش صوت ما بيعملش وش فأنا كده مرتاح لا بعد كده تحصل مشكلات بتوصل بعد كده إلى الأوتزم وبتوصل بعد كده إلى مشكلات مرضية عديدة وكثيرة تحتاج في علاجها إلى مراحل من المراحل اللاجية العلاج النفسي الدوائفي كسر من الأحيان وهنا أدق نقوس الخطر على فكرة في الصين بيعملوا معسكر المعسكر ده بيجمعوا فيه الناس المدمنة لمواقع التواصل الاجتماعي وزي ما فيه إدمان للمخدرات يوجد أيضا إدمان لمواقع التواصل الاجتماعي أنا أرى إنه في بعض الأحيان قد يكون أكثر خطورة على الأشخاص من المخدرات برأيي الشخصي تعالوا نهاردة نتكلم في هذا الموضوع بشكل أكثر تفصيل وبشكل فيه معلومات علمية دقيقة أكتر ولكن خلونا نرحب بديو في النهاردة الأستاذة نرهان فكري مدربة تنمي البشرية برحب بيك أهلا بيك مورا دكتور أحمد هاني خبير علاقات الأسرية والإنسانية برحب بيك ومورني دائما وأبدا ربنا بارك فيك يا ربنا حبيبي يا ربنا النهاردة بنتكلم عن تأثير السوشيال ميديا وما لها من أثر سلبي كيف ترى تأثير السوشيال ميديا على الأطفال وعلى المجتمع طيب خليني الأول أشكرك على أثارة موضوع زي ده أنت مش جديدة على حضرتك يعني الموضوع القوية اللي أنت بتقدمها يمكن أثار السوشيال ميديا وتأثيرها على الأطفال بالأخص من أخطر الحاجات اللي بتأدي الكوارث في المستقبل تعالى نمسكها كده كبدايا السوشيال ميديا دلوقتي أصبحت مربي كارثي يعني الناس ما بتاخدش بالها أن ده بقى أب وأم بشكل تاني إزاي يعني لما نيجي أن احنا نقول أن في المرحلة بتاعة الوسط اللي هي من 12 سنة لحد 18 سنة تقريبا بيبدأ الطفل في مرحلة تخبط ما بيبقاش عارف هو تبع أنهي فيها ويمكن البيوت المصرية بالأخص عليها عابق كبير جدا في حتة التربية في المرحلة دي وبيتنازل عنه إزاي أظن فاكر زمان لأ خليني هقطعك في نقطة تحديدة يقال إنه نشأة الطفل وتكوين بعض الأفكار من جواه من هو بطن أمه لو بتتفرج على حاجة فيها أكشن أو حاجة فيها ضرب أو زعي بيطلع الطفل عنده بعض الأشياء من هذه الأمور برأيك دائية برأيك دائية من أول ما كان في الرحمة الطفل بيبدأ إن هو بينشأ تنشئة العقل للبطن بتاعه وبيبتدي يتكون فدايما كان بيجينا في قلب الاستشارات أمهات بتشتكي إن الطفل بتاعها وهو عنده 8 شهور مثلا عصب جدا أو بينفعل معاه أو صريخ على طول مستمر طب إيه المشكلة عندها بنقولها إن أنت أصلا في مشاكل بينيك وبين زوجك أو أنت أسلوك في الحوار زعيق وصراخ فهنا بتتم الترجمة فتخيل إن أصبح الإدمان في آخر الدراسات كانت موجودة في أمريكا إن هي بتقول إن الأمهات اللي هي بتمارس إدمان السوشيال ميديا بيتنقل أبناءها وهم أجنة لسه في الرحمة فدي يمكن من الظهار الأخيرة اللي كانت بشعة بالنسبة لي وصادمة يعني إن حتى ده بيتنقل الصمت والتوحد الظاهر اللي بنتكلم عنه بقى بيتنقل بشكل بسيط جدا حتى للأطفال في الرحمة مش بس برك يعني الأم تاخد بالها مش بس لما تولد الطفل لأ من قبل ما تولده عكيب عشان ما تجنيش عليه من قبل ما يخرج للدنيا ما هو في الأصل هي الأم لما تقال الأم مدرسة إذا أعددتها شعبا طيبا أعراقي هي الفكرة كلها أن أنت الأساس خليني بقى بص اسمح ليه قطعك في الحتة دي تفضل الأم مدرسة الأم مدرسة بحتها مية خط الجملة دي شو كده قطعتوا فيها شايفة إنه الأمهات اليومين دول من خلال خبرتك ومن خلال تواغدك داخل المجتمع هم فعلا مدرسة ولا محو أمية هو حاليا فيه نسبة كبيرة من الأمهات عندها محو أمية في التربية للأسف بس بعوامل كتير خليت الموضوع ده يوصل للدرجة دي بس هو الأطفال بالنسبة لهم المفروض يعرفوا أنه هما التربية دي كانت جايب الهارد بتاع الكمبيوتر بتاعك أو اللابتوب بتاعك عندك هارد فاضي خالص أنت اللي بتحط الداتا فيه وأنت اللي بتحط كل حاجة فيه علشان تقدر أن أنت تستخدمه وتستعمله هو نفس الفكرة في عقل الطفل منه هو في بطن أمه أنت برضو اللي بتحط الداتا اللي بتجبر معاه لحد ما تتكون شخصيته من هو بطن أمه لحد ما يكون عنده سبع سنين ودي من أخطر المراحل اللي بيكون فيها الطفل يعني بيكون 93% من شخصيته في الفترة دي ففي الفترة دي الأم لازم تاخد بالها قوي إيه الحاجات اللي بتسمحها الحاجات اللي هي التعاملات اليومية بتاعتها التعاملاتها مع الطفل شكلها إيه تربيتها للطفل طريقتها إيه في التربية هل هي عايزة تنفض وتكبر دماغها وخلاص علشان تستريع وينزل من على دماغي علشان أعود أنا براحتي أفصل فأسيبه هو يتليهي فيمسك التاب بتاعه ويقعد يلعب عليه أو يقعد قدام للترفيزيون قاعد متالح كده ما بيعملش حاجة فبيضيع في وقته وبيضيع في عمره طب أنت دي أساس أنت مش عارفة أنت كده بتدخلي إيه الهارد بتاعه اللي هو دماغه أنت بدخلي في إيه ده دلوقتي في الاستشارات لما الناس بتيجي إيه اللي بيحصل بنشوف مشاكل كبيرة جدا أصلها إيه أصلها الطفل من هو صغير حصل معه موقف في البيت أو حصل إن هو قاعد نغلق على نفسه قدام الميديا والحاجات دي فما بيقدرش إن هو يتكلم مثلا في انترفيو يجي يتقابل يعمل بيتينج أو إن هو هي ضعف في الشخصية وضعف في التواصل وما إلى ذلك بالضبط أنت رحمد مقولة انتشرت الفترة كبيرة جدا وإلى الآن تظل منتشرة سواء بتقال أو بالفعل سترونج أن دي من دي تومان أنت جاءت سألنا وعارف إن أنا الحمد لله يعني اللي أنا عرفه إنه هيكون رأي إلى حد ما منصف وفي نفس الوقت مبني على خبرات طب ما نخلينا بره كيف ترى هذه المقولة وكيف تؤثر هذه المقولة على الجيل الحالي والأجيال الصادقة والأجيال القادمة إن شاء الله طيب أوكي أنا دايما بتحارب في الجزئة دي بالأخص لما أجي أقول إن الست ما ينفعش أن هي تتنازل عن أنستها لأي سبب من الأسباب كون إن أنت اتنزلت وأسقطت حق من حقوقك أفقطت جزء من أنستك فإحنا تعالي بالراحة كده بس أتكلم على الجزئة دي يعني كون أن أنت الأم الوحيدة اللي بتربي القوية المستمرة اللي عندها باور عالي يبقى لازم نرجع نفسنا وإحنا بنكمل الطريقة هل معنى أن أنا بقوم بدور فرد إن أنا بقيت سينجل أو بقيت لوحدي فخلاص إن أنا أتحمل الفئتين أو أنا شاء الهم الرجل والست لا ما أعتقدش لو جينا قارناها هما بيطلبوا بالمساواة من زمان الستة عمات آه كاربي يطلبوا ثاني اتجاه بالزبط المساواة والله أنا مؤخرا قلت المساواة تبقى في كل حاجة حتى ما كانت الحلاء يعني إحنا لو هنا عاون سوا يبقى كل حاجة بالفاعل يعني فلما نيجي نبص لها طب أنت كأم دورك إيه هل إحنا من الأصل عارفين الجواز معناه إيه هذه كارسة كبيرة لما بيجوا ويرتبطوا في الأصل ما بيقوش فاهمين معنى الزواج إحنا هنكمل على أساس إيه هل إن إحنا بس صورة إن إحنا الفرح والفستان والبادلة ونقض في الهانيمون ونخلص شهر العسل ونرجع وخلصت على كده الحياة طب ما في أطفال جاية هل فرحة الطفل الأول وبرضه قصة انتهت على كده يا جماعة لا ده في حاجة اسمها بناء أسرة في حاجة اسمها إدراك الاستقرار يعني إن إحنا نستقرق أسرة هنكمل إزاي في وعي فقير تجاه الزواج إحنا ما نعرفش يعني إيه أسرة ما نعرفش يعني إيه كيان وتكوين لكائن جاي هيوصل هيبقى مشترك مبيني وما بين الطرف الآخر وهيستمر بقية عمره أنا هبقى مشارك في ضرره أو في نفعه في إما أصنع قادة إما أضمر مجتمع بفئات لسه منتجة جديدة يعني كويس يعني أنت بترى إنه بترى إنه مقولة سترونج أن دمين دوما هي مقولة سترونج زي معهومن يعني خليني بشكل سترونج معهومن هم هم شايفين نفسهم جمدين إنت شايف إيه إنت شايف إنه لا يعني إنت شايف في العضلات أصبح فين الفرق يعني الشنب يعني إن أنا بس مرد بشنبي وهي مش مردين ممكن يسيبوه طيب ما هو ده اللي أنا بجمع خليني أقطع عن بقطة دي سنوراند يعني هسألك سؤال كده يكون جزء منه أجاب عنه دكتور رحمة فكرة إنه سترونج أن دمين دوما هل بتاري نفسك سترونج أن دمين دوما ولا لا هو فكرة سترونج أن دمين دوما دي أصلا فكرة غلط فكرة غلط أيها هاخد فاصل وإن سترونج أن دبين دوما هي فكرة خطأ وهشوف أنت بتاري نفسك زي ولكن بعدها يصل فاصل ونعود مرة أخرى ورجعنا لكم مرة تانية ومكملين معاكم صالون الصحة والجمال كنا نتكلم عن تأثير السوشيال ميديا على الأطفال وعلى المجتمع بشكل عام وكنت بتكلم عن فكرة المرأة الحديدية والمرأة القوية أو المرأة العاملة أو المرأة اللي شايفة نفسها كل حاجة فكرة المساواة اللي بيطالوا بيها دائما كنت بسأل أستاذ نرهان عن رأيها فده فقالت غلط ورحنا الفاصل فهرجع نشوف ماذا الغلط في هذه النقطة آه هو غلط الست جمالها في ضعفها حلوتها في قنصتها ومش أن هي تعمل مهام الراجل وتقوم بيها كون أن أنت تنزلتي من الأول وعملتي ولعبتي دور مش دورك ده خطأك أنت مش خطأ وهو مترجعش تقول يا أصلهم ما بيعملوش أصلهم ما بي أنا لو ما غيرتش الأنبوب هو مش هغيرها لا أقسبيها هو هيتطر أنه هو هغيرها تقسبينا من الأنبوبة وهي بتتنازل عن قنصتها في العام بتتنازل عن قنصتها لما هي بتعمل كده بتتنازل عن جمالها لما هي بتعمل كده وفي الآخر تقول أنا بعمل كل حاجة أنا اللي بقادي نادي أنا اللي بنزل أشتغل أنا اللي بصرف على البيت أنا اللي برب العيال أنا مش محتاجة الراجل في حاجة من أن هي عملت إيه هي اللي لعبت دوره هو كراجل لا أنت دورك أنسة لكن انت تهتمي بنفسك تهتمي بصحتك تهتمي اه بتربية اولادك تهتمي بزوجك قبل اولادك لان هو ابنك الاول قبل اي شيء ففكرة ان لا انا سترونج لا انت سترونج اه فيك قوة عشان قوة تحمل ان انت تقدر تتحملي كل الحاجات اللي بتحصل معك هذه لكن مش سترونج اللي هو انا قوية وندب ندب مع الراجل انت مش زيه طيب هنا هتيجت واحدة من السيدات دلوقتي بتفرج عليك وبصلك بعينها كده وتقوم رفع عقديها يعني ما اشتغلش ومحققش ذاتي ومال انا درست وعملت وروحت وجيت لي لا تشتغل وتحقق ذاتها وتحقق طموحها ده ما بيعتارتش مع ده ازاي بدلال ما الواحد بيشتغل وبينزل وبيروحه بس مع ذلك بيحتفظ بقنوسته الفكرة كل واحد ليه دور انا دوري ايه وبالعبه وهو دوري ده لانا بحتفظ بيه وبالعبه ما تخطهوش ولا عبدور غيري انا كابينة اه ما فيه ناس بتشتغل وبينزلوا كل حاجة بس محافظين على ادورهم عارفين هم بيعملوا ايه انا كأنسة ايه دوري في الحياة انا واحد اتنين تلاتة بس ده ما بيتعارتش تماما مع ان انا اكون ازبط نفسي ودراسي وبالعكس الحاجات دي هتفدني وهتفدني في تربيت اولادي يعني انا لما انزل وهشوف الناس وهتعامل مع الناس هعرف ايه الابديت هعرف ايه الجديد هشوف الجيل اللي طالع شكله ايه الدنيا فيها ايه الحياة ماشية ازاي فهعرف تفكير ولادي هيبقى شكله ازاي رايحين الدنيا بعالفين فهعرف اربيهم او ردهم صح واوصل بيهم رد نتيجة اعلى انا عندي مثال قوي اه هاخو منك المثال ما فيش مشكلة معلش انا انا جاهز لأيه اسئلة ستنا هاجر زجت سيدنا ابراهيم اقوى مثال للتطبيق للسترونج في قوة تحملها لما جاء امر رب العزيز سبحانه وتعالى لسيدنا ابراهيم ان هو يتركها وكان معها سيدنا اسماعيل وكانت في السحراء وحصل السعي بين الصفا والمروة يعني ما كانش فيه شغل وما كانش فيه دراسة ما كانش فيه اي شوبينج يتعمل ما كانش فيه مدارس ما كانش فيه الوعي الانفتاح اللي احنا موجودين فيه ولكن اصبح ان هي تحملت المسيرة وربت نبي يعني ربت نبي ابن نبي ولكن سؤال واحد سألته هذا امر الله فاماء اليها يعني حتى ما ردش عليها فاحنا الانبياء قضوة يعني احنا لو تعلمنا من قصص الانبياء بس حتى فنقطة اخيرة ان فرق بين الرجل والزكر كبير يعني لو الخطأ عندك في الاساس انك اخترتي زكر فدي كارستك اخترتي رجل فالأمر مختلف الرجل يبقى الاخطاء بتاعته قليلة او اللي هي الاخطاء الشائعة عشان كده بالنادي دايما للناس اللي تعلموا العلاقات الاسرية قبل الارتباط يعرفوا ازاي ترتبطوا قبل ما ترتبطوا فده ديني سؤالك بقى مستر خير دلوقتي تكلم عن شكل السيد نوريم تكلم عن شكل امرأة عاقلة وعية ايها بتفهم بتستطيع انتذن الأمور باترينا اه امرأة عقلانية وجميلة انا حبك قوي المرضى في الانتفيدور ولكن هل من خلال خبرتك ومن خلال ما ترى في المجتمع ترى ان المرأة اللي موجودة دلوقتي هي المرأة اللي بتكلم عنها أستاذ نورهان ولا اللي بتكلم عن مرأة من عصول اخرى بص العالم الموازح له وعالم الفيسبوك والسوشيال ميديا ليه تأثيره بمعنى نسبة اللي بتكلم عنها أستاذ نورهان تقريبا ما يتخطاش 20% اه ليه بقى اغلبه مش هتلاقي يعد على الفيسبوك هتلاقي الناس اللي هي النشدة اللي عايزة تطور على تويتر لا حتى لو تويتر بقى ايه تويتها في اليوم لكن الناس اللي هي بتشتغل بجد مش فاضية للسوشيال ميديا الناس اللي بتطبق دراستها بجد فمش فاضية للسوشيال ميديا لكن أغلب الناس اللي قاعدة بتتفرج على حد نزل ميسج والميسج دي مقلمة فأنا بشيرها وأقول اه ده الوجع اللي هو او ده اه ايوة هي دي ويفضل المحلة على جزئية ان كل اللي هو بيشوفه ده حقيقي زي بالظبط ما حضراتكو بتقوله في الاعلام انه بينقل اخبار ماينفعش نانا عن طريق سوشيال ميديا لان اكتر من 90% منها كاذب فلو جنا اسنها بقى على المشاعر على العواطف على الرومانسية على علاقات اللي ما بيننا وبين بعض على سين من الناس برضو كان بيسخن الستات اللي هو تجهي في اتجاه معين ويخليه قوية وطيري طيري وطيري بالظبط فبيحصل النتج ايه ان اكيد الخلافات هتبقى اعلى بكتير وانا مش هتحمل الطرف الاخر مهما ان كان اللي هو بيعمله ايه فبيبقى المقابلة بالرفض فانا بقول ارتبطي بيه رجل مش ذكر لان رجوله مواقف مش نوع للتلقيح واعرفي الاصل اذا كانت انت هتستمر في علاقتك بعد التربية والرعاية والحد اخره زي ما هو مسؤول من ناحية تانية على الاحتواء والامان ويكمل الطريق بتاعه بالظبط ده السؤال انا كنت مستنى حاجة ماشي سنور هان برأيك المرأة هي المسؤولة المسؤولة الاكبر عن تربية الاولاد ورشأتهم ولا الرجل الاتنين الاكبر الاكبر الست بحكم ان هي بتعود فترة اطول مع الطفل بس المسؤولة للاتنين مش لها هي الوحدة بس الام هي اللي بحكم ان هي اللي بتشيل واللي بتردع واللي بتزاكر فهي بتقضي وقت اكتر مع الطفل هي مسؤولة اكبر شوية المرأة الموجودة في البيت المرأة وهي دي بقى النقطة الاساسية يعني في فرق بين الواجب اللي هو المفروض على كل شخص يعني مسؤولية الرجل الانفاق زي ما حاجة ذكرت وفي نفس الوقت ان هو يسعى للتطور دايما او اللي هو ايه تصاعد الرفاهية في البيت حتى وان كانت بسيطة ولكن بيدور على التحديث دايما في المقابل هي عليها حتة التربية الاصل مش التربية بقى العلمية او الفكرية لكن التربية الاخلاقية عليها الاهتمام والرعاية اللي هو سواء الارضاع والكلام ده كله فلنفترض ان احنا هي قلنا لها من حقك وانت كسترونجومان ان انت ما ترضعيش ابنائك علشان ده حقك خلاص نوع من انواع المساواة نجيب معزم اه بالزبط او نجيب حد رضع يعني هي الفكرة كلها ان خلاص اسقطنا حقوقنا فدول ليه ما يكبروا ونقول ان في عقوق يعني احنا بنحاسبهم على ايه ليه بنحاسب ان الطفل ازنب حق ابوه امه لأ بمثبت حساب حساب الطفل والاب والام صنور هنا سألتها بطاري مين اكثر اه 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 او القدر الاكبر من التربية فقالت الام وانا هاخد من الكلام ده اذا نحاسب الامهات على فشل تربية الابناء طيب هنحاسب الجدود الاول الجد والجدة مات والله رحمهم مات والله رحمهم يبقى الام عليها دور مننا ان احنا نعلمها لو رفضت تعلمها يبقى هي مزنبة يعني ان الاصل لو انا رايح علشان اتعلم لذاتي واطور ذاتي فانا الاصل ازاي ان انا اتعامل مع ابنائي وازاي ان انا اربيهم صح لانا ما تربتش صح فانا علشان ابني التربية السليمة اكمل بعد كده نقطة اعلى استفيد انا منها كابني بقى حد يقدر يسندني بشكل سليم وفي نفس الوقت انا اطور بعد كده ذاتي لان انا خلاص بنيت بنيان سليم يعني سوي ذهنيا نفسيا مؤهد بتعفيهم دلوقتي من المسؤولية؟ بتعفي مين؟ الامهات اللي مش عارفين يرب ولادهم؟ لا ده انا بزود عليها مسؤولية هكتر يعني بقول ان هي لو كان الاب والام اللي هما الجدود موجودين يبقى هما دول اللي عليهم الحساب الاول ليه لان هما ما انشأوش تربية سليمة او حتى علموهم ازاي يربوا يعني ثم اللي بعد كده لو الاب والام اللي هما الجدود دول مش موجودين يبقى الاب والام الحاليين والام بالاخص لان حضرتك اول ما بيحصل خلاف والانفصال بيتم أو بيحصل حتى انفراض أو توحد في المسئولية فبتبتدي تروح عاملة بتتنزل عن حاجات كتير قوي ومن ضمنها الأبناء في الرعاية فحضرتك تعلمي الأول إزاي تربي ثم انطلقت برحتك بعد كده لأنك هتكون يسايب حاجة أساس قوي تقدر يتبني عليه بعد كده طوري ذاتك وكملي طريقك لأن ده نوع من أنواع الإقرار في الزواج يعني أصلا الزواج العقد ده الناس ما بتشوفوش كده يعني بتشوفوا أن فيه مأزون وبنبصم على ست وراءات ولا تمن وراءات بيغانين يخسر أدوهم بمية نار ونقعد نسبع الزغروطة ونزل صورتنا احنا الاتنين عاملين كده والحوار لزيز يعني والدبليتين لازنفوا بعد ومعنين الدبليتين بي والله وبعد ايه دبتي تنسي أصلا الأمهات أعتقد أنوا انتوا اتفقتوا في نقطة أنه الجيل الجديد أو الجيل قبل كده عنده نقص في وسائل التربية أو هو أصلا مش متربي وبالتالي مش عارفيني رب ولادهم فأنتوا المفروض تدركوا بمساعدة الجيل الجديد أنه زي ربي شايفة ايه هي الطرق اللي ممكن تساعد بيها الأمهات أو الشباب هو بس مش نقص تربية هو الفكرة كلها في أنه هم عملوا على قدر معرفتهم يعني هم عملوا أقصى حاجة بأيديهم عارفينها في الوقت ده يعني كل أب وأم عمل أقصى حاجة عشان يشوف ابنه أحسن منه من وجهة نظره هو على نشأته وعلى تربيته وعلى درسه وعلى شروعه أعتقد نظره ضعيف خلينا نقص في صوت الفورين ونشوف الموضوع عن نظره ده سيد أحمد أهلا بيك أهلا وزهلا أهلا بحليك فضل أنا بس كنت عايز أعرف بالنسبة للتكاثرة عند حضرتك يعني إحنا الأولاد المفروض نسومهم فترة دي لو هيتعاملوا على السوشيال ميديا لو عندهم فيسبوك أو يعودوا على اليوتيوب أو الحاجات بتاع السوشيال ميديا الفترة الزمانية اللي المفروض يعود عليها مشكورك شكرا جزيلا أتلتصالك يا أسوز أحمد للدكتور هيرود دعا لحضرتك دكتور أحمد الإجابة على هذا السؤال قبل ما ناخد الإجابة على السؤال ده ناخد إتصال أم محمد أهلا بك يا أم محمد يا أم محمد يا أم محمد مش عايزة أعتقد أم محمد بتشوف محمد أو احتماكك قطال عتقول فينا حاجة لا 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 اتفضل أم محمد انقطع لإتصال محمد كلمينة ثانية يا أم محمد السؤال أحمد بيسأل الفترة الزمانية أو الأوقات يعني بيسأل كيف ننظم أوقات أبناءنا على وسائل التواصل الاجتماعي طيب أنا هزدمك صدمة كارثية التوحد الظاهري اللي موجود عند الأطفال على مستوى العالم وبالأخص عندنا في نيويورك كانت هي اللي عاملة البحث ده على أكتر من عشر تلاف طفل لأوا أن الأطفال دي عادت أكتر من ثلاث ساعات وأكتر من ثلاث ساعات دي اللي هي ما تخططش الأربعة ثلاث ساعات على السوشيال ميديا وبالأخص على اليوتيوب الأطفال بالأخص فكان التدمير الرئيسي أنه هو ثلاث ساعات في اليوم يؤدي لضمار بالشكل ده ويخلي الطفل قاعد منطوي على ذاته وعنده فرط حركة وعنده عصبية وكارثة كبيرة فإحنا لو قلنا أنه إحنا ماكسما في طار نص ساعة للطفل نص ساعة في اليوم في اليوم يلعب أو يتفرج أو يعمل حاجة متاح ليه بس هو نص ساعة لكن في حاجات كتير جدا إحنا تغفلنا عنها أبسط حاجة لهوايات إنت لو جيت قلت لأي طفل هوايتك إيه أو سألت حد كبير حضرتك ممكن أي شخص أتقابله في طريقك اسأله أقوله هوايتك إيه هيستغرب إن السؤال أصلا طيب نكمل الإجابة على ذلك ناخد صالة الفون يوم وإسلام أهلا بيك سلام عليكم وعليكم السلامة والله وبركاته وفضلي إزايك أستاذ أحمد الحمد لله يا نساني فان لا أستاذ أحمد هاني من أور الدنيا كلها الله يحترسيك وبريك لك ربان يبريك في حضراتك يا ربان إحنا عاوزين يمتلل الحلقة دي تتكلموا عن المراهقين ما لهم المراهقين لا معزبيننا شوية بيعملوا إيه طيب؟ قولوا لنا كده دايما فيه شد وجاسب كده خاصة أنهما لسه 13 سنة ده لا هو أكبر على جنبه روه صغير على جنبه بيتمرجح كده بيتمرجح طب مرجح إيه لا حضرتك يعني كده كتير بصراحة إيه بشويس ماشي يا أم اسلام هنرد على حضرتك يا أم اسلام شكرا جزيلا لاتصالك نكمل الجدول المفترض الأب أو الأم بتحطه لابنها هو صغير وخاصة في فترة الأجازة أو فترة الأجازة الصيفية قولنا أنه 35 دقيقة ده وقت كويس جدا مش هيصيب أضرار أكتر من كده بيعمل مشكلات نفسها عجبني جزئية الجدول دي يعني أنا لو عملت فعلا أنه مثلا مثلا هنقول أن الطفل 16 ساعة صاحي هنقول أن الأكل واخد من اليوم كله اللي هي الوجبات المفروضة الثلاثة وجبات فلنفترض يعني واخد ساعة دخول الحمام في قرابة الـ 45 دقيقة على مدار اليوم إيه لا مش مرة واحدة أي مش على مدار اليوم مصر بيديا كتير برضه يعني هنقول بزيادة لأن الطفل أحيانا كده بيبقى فيتامين سي وحاك أكيد دكتور عارف أنه بيعمل ضر للبول أو حاجة زي كده فبيستخدم الطيلة كتير هنقول نص ساعة دكتور خلاص فهنقول نص ساعة وعندنا نص ساعة سوشيال ميديا في حاجات كتيرة بقى مفقودة أي وإنشطات يعني مثلا هنحن عندنا 24 ساعة والطفل قدرنا نوزع له 8 ساعات هنقولنا 30 دقيقة للسوشيال ميديا أي وسائل التواصل الاجتماعي إيه تحديد في وسائل التواصل الاجتماعي أنت عندك العبادات وسائل التعليمية بالأخص تعليمية واختبارات الزكاء يعني زي الاي كيو وغيرها في حاجات بتبقى البورد جيم والبورد جيم أو اللي هي الألعاب بتاعة الترابيزة وإحنا بنقول عليها في ألعاب زكاء منها كتير جدا 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 يمكن حتى احنا بنوفرها لبعض السادة اللي بيجونا في الاستشارات يعني حاجات زي كده بتغزي العقل وتنميه بشكل كبير جدا وبسطوب طريف يعني فيه متعة أنه هو ممكن يتعلم لغة زي الأنجلش وغيرها ممكن أنه هو يمارس ثقافة دينية ممكن أنه هو ينمي زكاءه بشكل قوي جدا عن طريق ألعاب بعدية خالص ولكن هنا الأباء والأمهات مش فضيين طب الثلاثين دي ايه دول هيبقوا كده تعليم لا احنا عايزين رفاهية خليه رفاهية اتفرج على ايه الجيمز اللي هي زي الحاجات على الأندرويد أو الحاجات دي التليفون أو الأب سعمتا يعني دي ممكن يمارسها وما فيش مشكلة فيها بس برضو ما تخطاش الساعة هي الفكرة كلها فإن أنا قعد أتفرج على حاجة فيها ألوان كتير وفيها حركة أو أكشن بشكل كبير يعني لو ألعاب ساعة لو هيتفرج على حاجة يفضليش في حاجات تعليمية فهي ينمي مهاراته وقدراته أفضل من يقعد بثلاثة أربعة ساعة يتفرج على حاجة ما ليش لازم ما نشاب على شي شاب على رأيه كويس هي الفكرة كلها إحنا بننشئه إزاي وهو هيكبر معنا كده أنا ماينفعش أمنعه الممنوع مرغوب ولكن إن أنا أدي له مساحة محدودة في المرغوب بوقت معين الوقت ده ما يزيدش عن ثلاث ساعات يوميا عشان لا يصاب أضرار بعد كده بالضبط أنا حجمت متعته الانفتاحية وفي نفس الوقت ما قبضتش عليها يعني ما ديتلوش قفلة منها خالص وديتلو مساحة كبيرة أنه هو هتتفرج حتى لو نص ساعة ولكن دي في اليوم يعني أنت معك وقت على مدر اليوم بالضبط كويس كده سنون رهان أحياناً الأب بيقول لابنه ما شوفكش قاعد على التليفون أكتر من نص ساعة أو ساعة زي ما الدكتور أحمد قال طيب ولكن الأب طول اليوم ماسك التليفون وبيلعب على التليفون وبينشتع على التليفون بيتوصل على التليفون هو الولاد فيعمل إيه يعني هيبصله كده من فوق إلى تحت ويقول له انتين استعبط هو الولاد يعني بالمحكاة بيقلده بيشوفه أهل بيته عاملين إزاي وبيطلع زيهم هو بيشوف الحاجة بيقلدها هيشوف بابا بيصلي هيقف جنبه ويصلي هيشوف بابا مسك التليفون هيقعد يمسك التليفون ويلعب به فهو أول حاجة لازم بابا وماما يشوفوا هم أصلا بيعملوا إيه يعني أنا ماينفعش أقول لبني ماينفعش أتعلي صوتك ووطي صوتك وشعرف أيه وأنا أصلا بقوله الكلام ده وأنا بزع فأنا لما هتكلم معاه بالراحة وصوتي واطي هو طبيعي من تلقاء نفسه وصوته هيبقى واطي فزي أول حاجة لأب والأم هم يشوفوا نفسهم الأول وتصرفاتهم بيعملوا إيه ساعتها الأولاد بالتباعية هيبقوا زيهم أو أفضل منهم كمان مع توجيه ليهم تاني حاجة إنه هو يشاركهم الأب ده يشارك ولاده طب أنا دلوقتي طفل عندي طاقة ولازم أطلح هخرجها بقى بأن أنا أقعد أكسر واتنطط وزع وعيض بصريخ ولا هعمل إيه الطاقة دي أنا ممكن إن أنا أشاركه بأن أنا ألعبه الأب بيلعب مع ولاده شوية منها إنه هو بيعمل أكيد إنه بيعمل رياضة فهموده هيتغير ويبقى أحسن هيقرب من ولاده فده هيبقى أفضل ليه ولاده هيحبه أكتر يعني هيأول علاقة بينه وبين ابنه وفي نفس الوقت هيخرج التقل عند الطفل وهيتخرجها بطريقة سليمة ومزبوطة يجيب ألوان هو والأم ويعودوا يرسموا ويلونوا والحاجات دي الألوان والحاجات دي بدل ما ياخدوها من كرتون ممكن الكرتون يكون فيه عنف أو حاجات مش حابة أنا ابني إنه هو يتعلمها أنا اللي هلون هاوض معي ولون أول مرة بعد كده خليه هو يلون والحاجات دي حلوة قوي لعقل الطفل الألوان المخ عمتا إحنا جبار أو صغار دي بتبقى حاجة حلوة جدا فيه نشاطات كتير أشاركوا فيها فيه ألعاب كتيرة جدا 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 زي ما الدكتور ما قال حاجات البازل إنهم يعودوا سوا طب بص أنا هعمل أحط دي هنا لا دي ما تنفعش هنا طب إيه رأيك نحل دي إزاي فيه حاجات يعني اللي هي ألعاب بالجسد زي زمان كده كنا بنلعب لعبة أولى ونقض منط كده على ما نوصل للناحية التانية بس دي بقى بنعملها بطريقة يعني تدريبية للأطفال إن هم يعرفوا مثلا إزاي هنا بالإيد يحط إيديهم إزاي هنا رجل فيعرف يمشي على الخطوات فيه ناس بتعملها كمان بالأرقام فبالتالي الأطفال بتتعلم الأرقام إزاي وفي نفس الوقت بيقضي وقت حلوة قوي قوي مع ابنه وبيتعلم في نفس الوقت فهنا زادت الحكاية معاه والدنيا بقت أفضل وأحسن معاه ورب ابنه صح قيس طرح مد منتكلم دلوقتي تكلمنا عن التربية السليمة وإنه الأب والأم لما بيكونوا نموذج إيجابي للطفل بيكون زيهم بالظهر ولو نموذج سلبي بيلقط منهم هذه السلبية بزرط عندي نقطة أكثر كارثية تيك توك آه آه كارثة ممسخرة وسائل التواصل الاجتماعي هي ملاش دعا بالتواصل يعني رتا ناس بتتواصل مع ناس من خلال ده وناس بتقول عيش علىها أنا فاق يا جميل انت شايف المدهد إزاي في عجالة لأن وقت الحال أقارب على الانترنت طيب هو بص عمل زي أي سلاح في الدنيا يحمل الاتجاهين لو في إطار الكوميديا والترفيه زي ما كان معمول في وقت الحزر وكان أغلب السادة الأفاضل اللي هم الفنانين اللي قاموا بحاجات فني بس أن أنا أرفع الناس دي حاجة نكمل بس أمو محمد رجعت مرة تانية أمو محمد أهلا بيك يا محمد أهلا والسلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام لو سمعت عايزة أكلم الدكتورة تفضلي معايك الدكتور لو سمعت يا دكتورة معاي أحتي معها ابنها سن 11 سنة وهي مش عارفة يتعمل معاي يعني في صراحة بيجتمها ويضربها وبيقول لها أرفاض مش كويسة ومش عارفة يتعمل معاه بيمدي إيده عليها بكير يعني وهي مش عارفة كامل بتوديه لدكتورنا الثاني طبا كان بيضرب أمه زي كده طبا كان بيضرب أمه زي كان بيضرب أمه قدامه يعني هو صغير يعني فتعلم منها اتعلم منه وهي مش عارفة يتعمل بصراحة يعني والأب يعني وقت مع ابنه وبيدعمه يعني أن هو يميت إيده عليها وأن هو يبسمها ويضربها قدام الناس وهو يعني عندي حدث رسانة يعني خيشين أن كل ما يكبر يعني يجيد المعاملة يجي مع أمه زنب الولد ده في رائبة بواه ما إحنا متعافين ينعمل في صراحة والله هنرد على حضرتك دلوقتي رضي يكون في جانب من الجانب التربوي شوية في دقيقة واحدة بس نرد على أم محمد ونرجع نكمل مع دكتور رحمة هنا المشكلة فعلا زي ما انت ما قلت في الأب الأب إحنا قلنا تهمل إيه سريعا بس عشان بقي دقيقة واحدة الأب حد يعني يتوجهه الحد زي بيقوله كبيري العيلة كبيري العيلة ده يتكلمه معاه إنه هو يتكلم مع الأب بإنه هو يوجهه صح إنه يعني إنه هو العصبية والضغط على الطفل وإنه هو يهين أمه اللي هي مفروض يعني بصورة ما بتبقى قدوة لي فده ما ينفعش ويقوله إنه عرقم ده ما ينفعش إن رب الأب فالابن هي تربى إن شاء الله بالضبط دكتور رحمد 30 ثانية نقول فيهم تيك توك ممكن يعمل إيه؟ ممكن يفجر كارسة إحنا ما نقدرش نلحقها أبسط حاجة أخلاقية قبل أي حاجة تانية تربوية لا فيه كبارس إن هي انتحار وغيره لأنه هو بينتشر عليه كل الأدوات المتاحة لأي حد وطبيعاً الأطفال بيخش على جانب إنه هو طرفيه فبيبقى الكارسة مضعفة لأنه هو في صورة فيديو فلو تم تحديد السوشيال ميديا مع هذا الاتصال من ضمن الدولة يعني يحطوه زي رضع كده أو قانون إنه هو ممنوع الاستخدام إلا في أوقات معينة والمدة المعينة لفرض فرض يعني يتقنن بشكل قوي زي البقاط أو الحاجات اللي هي محطوطة أو متاحة هتفرق كتير نكتور أحمد هاني خبير علاقات الإسرائية سينا بشكرك شكراً جزيلاً سينا نرهان في كريم ودربية تنمية البشرية أنا بشكرك شكراً جزيلاً لأوجودت معي شكراً لي في كل مكان يعني هاختم الحلقة بكم نقطة سريعاً كده الجزء الأولاني إنه كلكم راعي وكلكم مسؤولاً عن رعياته الأب اللي هنختم بإتصال أم محمد اللي قالت إنه الإبن بيدرب الأم لأن الأب كمان بيدعمه وبيعمل ده فدي كرسى بكل المقاييس وأعتقد إنه الأب سينال إنه لم يرتدع عن فعله سينال جذاء من أجل بستين نيلة عليه وعلى عين اللي ربها لأنه أكيد ما ترباش دي نقطة النقطة التانية فكرة إنه الإبن لو باباك بيعمل كده فهو مش متربي ومعندهش عقل فإنت ربنا أدلك العقل وعرفك إنه الجنة تحت أقدام الأمهات لو عديت من جنب أي مدرسة أتبقى عارف إذا كان ده صحة وأكيد في ناس كتيرة قالت لك إذا كان ده صحة ولا ده غلط وأكيد أنت تدرك تماما أنه غلط وليس من الرجولة ولا من الشهامة أنت تعمل كده مع عدتك هذه النقطة النقطة التانية إنه الرجل لديها الجانب الذكوري والمرأة لديها الجانب الأنسوي إذا قامت المرأة أخذت جزء من الجانب الذكوري عند الرجل يزداد الجانب الذكوري عند المرأة ويقل الجانب الأنسوي إذا الأنسة عملت كده أو الرجل عمل كده بيختلط الأدوار فبتصبح الأنثى أقرب إلى الرجل ويصبح الرجل أقرب إلى الأنثى وده بيشوفه كتير أوي 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 لما الرجل بقاعد في البيت بيرب العيال والأم قاعدة بتشتغل وتعمل الكلام ده كله فزاد عنده الجانب الأنثوي وزاد عند المرأة الجانب الذكوري الكارثة بكل المقاييس البلوة اللي بتدق ناقوس الخطر وهي التيك توك أقسم بالله لما بفتحه بحس أن لا فيه لأباء ولا أمهات ولا تربية ولا دين اتقوا الله في أولادكم وفي نفسكم وإن شاء الله بإذن الله أي بالو بتحصل في البلد اعرفوا أن انتم السبب إن شاء الله بإذن الله يا ربنا يهديكم يا يخدكم شوفكم على خير إن شاء الله بإذن الله في حق القادمة حد ما شوفكم مرة تانية لكم من كل التحية والتقدير أنا خالد صقر التحية والتقدير مش لكل الناس الناس الذي تستحق التحية والتقدير إن شاء الله شوفكم مرة أخرى اشتركوا في القناة